هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي بحب رح بدايفتي لليوم دكتور مها نصر الله معالجة نفسية متخصصة بالعلاقات الزوجية والإترابات الجنسية ورح نتحدث سوا عن التشنج المحبلة اللا إرادة اليوم صارنا عم نتحدث أكتر وأكتر عن الصعوبات الجنسية عند الرجل مثل ضعف الانتصاب والقصف السريع إنما التشنج المحبلة منه كتير معروف وبالحقيقة التشنج المحبلة دايما كان موجود بس نحنا ما كنا عارفين بوجوده وما كنا عارفين نعطيه الاسم المناسب لقلو يعني ما كنا نعارف إنه اللي عم تشعره المرأة إثناء استحالة العلاقة الجنسية من الإلاج هو تشنج لإرادة لعضلات المحبلة فالتشنج المحبلة هو خلال وظيفة جنسة كتير شائع إنما ما حتى بيحكي عنه فيصير بحيالة عمر وهو اضطراب حميمة بيشير لخوف غير منطقي وحتى أيام بيكون مثل الرهابل الجنسي من الإلاج المحبلة وهذا بيؤدي إلى استحالة الإلاج من قبل الشريك وعادة هيدا التعريف والتشخيص بيستبعد التشوهات الفرجية والمحبلية اللي فيها كمان تجعل الإدخال يكون مستحيل شو أسباب هيدا الاضطراب وشو علاجاته؟ الجواب اليوم مع دكتور مها نصر الله بحب استقبل دكتور مها نصر الله معالجة نفسية ومتخصصة بالعلاقات الزوجية والاضطرابات الجنسية دكتور مها أهلا وسهلا فيك وأول ما نحكي عن موضوع اليوم إذا فيك ترجع تعرفين عن حالك وعن اختصاصك شكرا سانديين دايما بمبسط أحكي معيك مثل ما قلت أنا مها معالجة نفسية اختصاصة مثل ما قلت الاضطرابات الجنسية والعلاقات الزوجية سو أكتر شي بشتغل معه يعني الاندفجولز كوبلز عندن أي صعوبات بالعلاقة العاطفية أو العلاقة الجنسية أنا ساكنة بأميركا بشتغل هون بأميركا بس كمان بعمل كتير ستشنز وكونسلتاشنز انلاين سو بقدر اشتغل مع كتير ناس يعني بالدول العربية أو بغير بلاد أكيد حسب يعني وين ساكنين بس أكتر شي بشتغل آنلاين هلأ ما مشوف حدا شو كمان فينا خبريك كتبت كتاب عن الموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم عن العلاج للتشنج المهبلة فرجيكي إذا بديك أي بلس هذا الكوفر نايم ومجوزة شو كمان بدأ إليك يعني صار لي شي 12 سنة بالدومان بشتغل درست بلندن تخصصت هونيك وقبل لندن كنت بالأيو بي عم بدور سايكولوجي وربيت باللبنان بس سفرت كتير عشت بدوباي اشتغلت بدوباي خمس سنين عشت بلندن اشتغلت بلبنان شوي كمان بعدين قلت عامريكا عشت بنيويورك بكاليفورنيا وهلا بكالورادو هاي حياتي بعتقد انا نتشل واو مسيرة حياتا مسيرة حيات دكتور مها إذا منحكي عن اللي بمأنه كنت عم تحكي شوي عن الزواج وذا بمنحكي عن الزواج بركة بأمريكا قليلتا تسمعي بتعبير الزواج مع وقفة التنفيذ اما الناس تجي تقولك تزوجنا بس بعد ما تزوجنا اما الناس تجي تقولك سنا سنتين مزوجين ويحمروا كلهم سوال انهم مستحيين يقولوا انهم بعد ما ميرسوا علاقة جدسية مع إلاج محبلي شو يعني تزوجنا وما تزوجنا مزبوط معك هل أكيد هالإشيا بتصير أكتر بالبلاد اللي conservative أكتر هلا بأمريكا في مناطق conservative أو يعني بيئة هيكي دينية صارمة أكتر سو حتى بأمريكا بيجيين clients جاوزوا بس ما تجاوزوا بيسيكلي مثل ما قلت انه بيكونوا جاوزوا بس ما كملوا العلاقة الجنسية يعني ما صار في دخول بيسيكلي أو إلاج محبلي مثل ما قلت سو بيعتبروا حالهم انه ما كملوا الزواج أوقات بيجوا لعندي بعد كم شهر أوقات بعد سنتين بعد خمس سنين حسب بيكونوا عم بيجربوا صار لهم فترة بس أكيد عم بيلاقوا الموضوع صعب لحالهم بيكونوا جربوا أشياء تانية مثلا حكيوا مع أصحاب مع أهل يمكن راحوا عند الطبيب وما قدروا يلاقوا حال أو support اللي هني عم بيفتشوا عليه وبيقطع الوقت أو قات أو بيكون موين سيكنين ما عندهم support ما عندهم يعني حدا مثلي كمثلي يقدروا يستشيروه سو بيقطع الوقت لحديث ما يمكن بالحظ بيلاقوا حدا يقدروا يحكوا معه بس عادة شو فيها تكون الأسباب ليش في شخصين يكونوا قرروا أنه عجد يكملوا حياتهم سواء وما يقدروا يميرسوا الحب أم يميرسوا الجنس عادة يعني من خبرتي هيدا الشي بيصير أكتر إذا اتنايناتهم ما كان عندهم أي تجارب جنسية قبل الزواج هلا هيدا موش السبب أكيد بس بيسيكلي فاتوا بالزواج ما عندهم experience ما عندهم ثقة بالموضوع ما عندهم ثقافة بالموضوع وفي كتير مخاوف سو أكتر شي بشوف أنه الأسباب أكتر شي العلاقة بمخاوف حوال الموضوع سو مثلا إذا حدا ربي بيبيئة مثل ما حكينا قبل شوي بيئة دينية صارمة أو بيئة هيك كتير conservative أو سمعوا كتير قصص عن الجنس بتخوف أو مش واقعية يعني هني وصغار وما كان عندهم ثقافة عن الجنس صحيحة سو بيربوا بعقلهم عندهم أفكار كتير سلبية وغير واقعية يعني عن الجنس وما عندهم experience وبيتجوزوا عندهم كل هالمخاوف وأكيد الأهل والسوسائتي بتوقعوا منهم أنه يقدروا يمرسوا الجنس بسهولة وبسرعة وهذا الشي أنا برأي مش واقعي أبدا لأنه في كتير مخاوف وما في education ما عندهم ما عندهم الثقة يمرسوا جنس بهال وضع يعني سو بيحاولوا بس في خوف كتير عميق وكتير قوي بيصير في أوقات تشنج بالمهبل لا إرادة سو بتحس هي المرة أنه ما عندها كنترول على الموضوع مش دايماً بيكون في تشنج مهبلة يعني بمعنى الكلمة أوقات الخوف لحاله بيوقف الموضوع يعني أوقات في عندي كنسة بيحاولوا أنه يصير في دخول بس لأنه في تشنج مهبلة مثل في بلاك ما بيقدروا يعني ما بيقدر شريكون يعني يدخل أوقات بيصير في ألم لأنه عم بيحاولوا وفي تشنج أوقات يعني بيجربوا بس بيوقفوا لأنه ما عم بيقدروا أوقات بولا حتى بيوصلوا لهالمرحلة لأنه قبل ما يحاولوا أنه يصير في دخول الخوف قد ما قوي ولا إرادة بيوقف في الموضوع بتبلش مثلاً تدفشوا أو تزيح منه أو تعلي خسرة أو تسكر إجرية يعني تصير تعمل أشياء لا إرادية تتوقف في الموضوع لأنه في خوف كتير عمي سو كل هالأشياء ممكن تصير بتود لأنه يكون في صعوبة ما بيقدروا يكملوا علاقتهم الجنسية بيسيكلي وكيف الواحد فيما ييز بين هؤل الأسباب اللي فيون يكونوا متعلقين بمخيف المرأة وغير أسباب كيف يكون الرجل خايف مش مهتم بالجنسة المهبلة وبيقرف عنده قصف كتير سريع كيف ينا عن جد نحط التشخيص أنا عندي كثير بيجوا بيقولوا نحن سنة ثلاثتين مثلا سواء مزوجين ما عم نعرف ما عم نعرف من وين حتى يعني بتحس أنه هنه مش قادرين يوصفوا شو عم بيصير معهم ساعتها كيف ينا عن جد نشخص الحالي ونعرف إذا هو تشنج مهبلي أما لأه سؤال كتير منيح ومعك حق مية بالمية فيه كتير أوقات الرجل هو عنده صعوبات أوقات بتصير الصعوبة يعني الرجل عنده صعوبة والمرأة عنده الصعوبات بنفس الوقت سو مثلا لتسي هي عندها تفرنج مهبلة وهو عنده صعوبة بالإثارة أو الأزف مع بعض أكيد كتير صعب رح يكون الموضوع سو معك حق مية بالمية إنه مش حيعرفه دايماً كيف يصفو الموضوع وين المشكلة كيف بلشت المشكلة سو بعتقد إنه أكتر شي فينا نعمل أول شي نسأل أسئلة كتير دقيقة ونفوت بتفاصيل يعني نسأل الأسئلة شوي هيك uncomfortable يعني بسيكلي نسأل كيف الإيركشن تبعك بتحس إنه عم تقدر يعني إنه يصير عندك إثارة كافية عم تقدر إنه تكمل الإيركشن أم تنا عم بيصير عندك أزف مثلا نسأل هالأسئلة بالتفاصيل إذا لاتسي عم بيجو يستشيرون هلأ هن أكيد يفكروا بهالقصص كمان لحالهم بعتقد إنه one of the problems إنه الناس بيفكروا إنه الجنس طبيعي لازم نحنا نعرف كيف نمارس الجنس ولازم هيدا الشي يصير بكتير سهولة كل الناس عم بيعملوها يعني المفروض إنه تسير بطريقة طبيعية وسهلة مش مظبوط هيدا الشي الجنس معقد الموضوع خاصة إذا حدربي بطريقة مثل ما حكينا يعني دينية صارمة في مخاوف عن الجنس وما في سقافة عن الجنس أنا برأي إنه بالعكس إذا منغير هيدا التفكير إنه الجنس لا شي منتعلمه شي منتعلم إنه كيف نصير نرتاح بالموضوع يعني يصير عنا ثقة أكتر بالموضوع نتسقف عن الموضوع هو شي منتعلمه بس بسيكلي ترجع سؤالك أول شي أكيد نسأل الأسئلة بتفصيل إجزاكلي شو عم بيصير ومش دايما بيصير في تشنج مهبلة ومش مش ضروري إنه يصير في تشنج مهبلة تنعالج الموضوع يعني أنا مثلا إذا تجري عندي مرأة إنه مش عم تقدر تمارس الجنس لأنه في خوف أو تشنج مهبلة صراحة I don't care إذا في تشنج مهبلة بمعنى الكلمة أنا اللي بيهمني إنه إذا عندها خوف هيدا الخوف عم بيودة للتشنج مهبلة يمكن يمكن ما يودة للتشنج مهبلة الخوف اللي عم بي بيصعب الأمر أنا بدي أشتغل على الخوف so فيهون يروحوا عن طبيب gynecologist أو إذا فيه وين سكنين pelvic floor physical therapist هون بأميركا في حدا يعني physical therapist يعني بيشتغله بال شو pelvic floor معالج فيزيائي قبل العضلات كالحوت يعملوا علاج فيزيائي لتشنج العضلات exactly هو اللي الناس اللي بيقدروا يشخصوا أكتر إذا فيه تشنج مهبلة ولا لا بس حسب الريسيرتش مش دايما it's accurate يعني مش دايما الدايجنوزز تابعهم مضبوط so مش ناك نرجع للموضوع إنه it doesn't really matter إذا فيه تشنج مهبلة ولا لا بس إذا فيه خوف أو أي شي عم بيمنعهم إنه يقدروا يكملوا العلاقة الجنسية هيدا الشي اللي بنا نشتغل عليه التشنج المهبلة مثل result من الخوف so once إنه منشتغل على الخوف أو منشتغل إنه مثلا على الرجل يقدر إنه ينمي سئته الجنسية يقدر يعرف كيف يتحكم بجسمه أكتر كيف يعني كمان يتواصلوا مع بعض كوميليكيت مع بعض يتعرفوا على جسمه على جسم بعض بطريقة تدريجية ما بتخوف وبيقدروا eventually يتخطوا الخوف so بالنهاية أنا بالنسبة لإله التشنج المهبلة هو وزيته يعني it doesn't really matter بالموضوع من شخصه ولا لا أصلا التشخيص تغير يعني إذا بتشوف التعريف بالذي SM5 وبال ICD11 ما عيدوا بيحكوا عن vaginismus أم تشنج المهبل أنا ما بيحكوا عن المشاكل اللي متعلقة بالوجع وبالإدخال المهبلي بالpenetration بالpenetration exactly هلا أكيد الفحص النسائي كتير مهم بس نتأكد أنه ما في تشوهات خلقية اللي هي كتير كتير نادرة بس بعض الأقوات بيكون الغشاء السميق بعض الأقوات بيكون في بركشي بالمهبل عن جد هو اللي مسبب البلوك هذا شي كتير نادر إنما لازم يكون هذا الفحص النسائي عم بيصير عن طبيبة نسائية منوثق فيها منوثق بتشخيصها لأنه في بعض الأطباء ما بيعرفوا أصلا في شي اسمه تشنج إرادة العدلات المهبل ما بيعرفوا الشخص وبيقولوا للمرأة بسيطة بس استرخ أنت طبيعية سما بيحطوا تشخيص المزبوط لأ أعجاد حكيم يعرف يفهم بالمهبل وبالفرج كطبيب نسائي طبيبة نسائية نحط التشخيص المزبوط وساعة نبلش بالعلاج بس إذا بنا نعطي تعريف لمشاكل اللي قلت عنهم المشاكل المتعلقة بالإلاج سو عنها المشاكل متما قلت خوف من الإلاج توتر عند محاولة الإلاج أي شيء بالمهبل مش ضرور يكون يعني حتى مثل ما قلت الفحص النسائي يعني ممكن ما يقدروا يكملوا لأنه في خوف الموضوع مزبوط أنا بعض السيدات بس إجت أفحصهم بعرف من كيف عم يرش فوق جريون أنهم في مش بس خوف نوع من الفوبيا يعني هلا هلا وإيام بس قرب شوية من فتحة المهبل تلقاط للسيدة إيدة وبتشد عليها بقوة منها طبيعية يعني الخوف يخلق قوة طبيعية هلا فيها الفكرة الخاطئة أنه إذا الخوف يخلي المهبل يسكر يعني ما في يصير فيه اختصاب هون الناس بيستير تضيع كل شي ببعض المرأة 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 اللي تعيش تعنيف اختصاب عندها غير نوع من الخوف ما في سقة بالشريك وصلا ما خايف بتغيب عن الوعي امش خاصتين عم بيعنف للدرجة انه مش قادرة هي تدافي عن نفس اصلا ما انه نفس الشي ما انه نفس الشي ابدا وعن الحالات وان عجاد العضلة بالتلت الخارج من المهبل بتسكر وبتسكر ادرجة انه الناس بيقولوا نحنا عم نفوت بحيط عم نحس كأنه عم نفوت بعضمة انه طريق مش سالكي مزبوط وبيفكروا انه المهبل داي هون دايما بس تفسرين انه ما في شي اسمه مهبل داي انه العضلة بتشد ما بيصدقوك فكيف عادة بتوصليلون التعريف من التشخيص تاوت الحالة عنجاد كتير بسطت انك حكيت عن هالموضوع لانه الشؤجين النساء عاملين جراحة عملية انه يشيلوا الغشاء يعني الهايمن بيسيكلي وهيدا الشي ما ما فيدون عملوا عملية جراحية وستيل ما قدرو انه يكملوا العلاقة الجنسية شو بيقلنا هيدا الشي انه ما لعلاقة بالهايمن مستوى متل ما قلت في كيسز هيكي ريار كيسز انه ممكن في فيزيكال اشو بس انه مستوى المشكلة انه المهبل ليش بيشد من ورا متل ما حكيت الخوف التوتر الهلع بيسيكلي هلا يمكن مش دايما تكون واعية على هالخوف المرأة ولا انه هيدا كله بيكون سبكونش كمان يعني هي بده انه تمارس الجنس سو عندها ارادة بالموضوع مش ان هيكي يمكن ما بيصدقوا الموضوع انه انا بده ليش هيك عم بيصير بجسمي انا مني خايفة بالموضوع بس جسمك عم بيقول شي تاني جسمك عم بيقلنا انه لا فيه خوف فيه شي عم بيمنعك فيه شي يعني منه منك حس حالك ب سيفتي منك حس حالك شو السيف بالعربي انا ما اليوم بأمان بأمان هيدا هي الكلمة thank you yes منك حس حالك بأمان مش من ورا شريكك بس موضوع الجنس يمكن ما بيخليك تحس بأمان so يعني هيدا جزء من السقافة الجنسية انهم basically نشرح لهم انه المهبل نعطيهم مثال انه مثلا البيبي بيطلع من المهبل انه وقتة ولد ولد بيطلع من المهبل كيف المهبل بيكبر هالقد تقدر تقدر تولد ولد هيدا بيفرجينا انه المهبل عضل بيشد وبيرتخي وبيكبر بيرجع بيصغر so عضل بالنهاية وكمان انه السقافة حوالة الغشاء تعف كتير ناس بيفكروا انه الغشاء بيغطي المهبل completely وليزم انه تبريك انه يصير في مزق للغشاء مش مزبوط هيدا الشي لانه لو كان عم بيغطي المهبل completely انه كيف بيصير عندها period ومن وين بيجي الدم ما بيغطي المهبل completely بس في كتير اشي يعني منتعلم مش مزبوطة عن الجنس هيدا جزء من الثقاف الجنسية اللي منجرب يعني انه نعلم او نشرح لالكلاين بالساشنز بعتاد وقتا يبلشوا يعملوا التمارين اللي بعطيوهم انه يجربوا بالبيت بيصيروا يلاحظوا انه بس يعرفوا جسمهم اكتر بيصيروا يعرفوا انه المهبل هلأ شايد اكتر متوترة اكتر او مرتخة اكتر سو في كمان اشي براكتكل نعطيها مش بس انه سقافة بالحكة بس كمان في اشي بتساعدها انه تشوف انه كيف جسمها عم بي عم بيتجاوب على التمارين وعلى مثلا ادخال اصبع او لمسة او فكرة تير تنتبه اكتر على جسمها امتا عم عم بيرتخي سو بعتقد انه بالسقافة نشرح للموضوع بلس التمارين بتبلش تتعلم شوي اكتر جسمها كيف بيشتغل و هول الاشي اللي بتساعد انه تتعلم انه المهبل مثل ما حكيت عضل بيرتخي وبيشد حسب كيف حاسة حالة هي حسب قدام ارتخية هي نفسيا وقدي حسب الاثارة كمان هيدي نقطة كثير مهمة الاثارة بس حس حالة باثارة اكتر اكيد فيه ترتيب اكتر والمهبل بيرتخي اكتر اذا ما في اثارة كافية هي لازم تكون حاسة بامان لازم تكون هي مش متوترة لدرجة كتير عالية لازم تكون انه مرتاحة لدرجة كافية واللي تكون حاسة باثارة كافية كمان هو الاشي كتير مهمة مهبل حكيت عن واحد من الاسباب اللي هو التربية التقليدية والثقافة التقليدية انما هل بس هيدا هو السبب للتشنج لارادة مهبل ام في غير اسباب فيها تفسير هيدا العارض ام هيدا المشكلة لا اكيد هيدا مش السبب الوحيد بس هيدا سبب كتير بشوفه واصلا اذا بتطلع على الارقام الارقام مش كتير اكيرت لانه صعب انه نعرف بكل منطقة او بكل بلد الارقام انه قدي في تشنج مهبلة او خوف تتغير اذا ما عنا كتير مزبوطة بس اذا بتطلع انه بالبلاد اللي في تربية صارمة دينية اكتر في عدد vaginismus اعلى سو هيدا سبب انه كتير كامن بس دفنت مش السبب الوحيد انا بعتقد انه مهبل سبب واحد بيوضي له هاي المشكلة سو مش بس التربية بس اذا بتقول انه التربية مسلا كانت صارمة بلاس ما عندها سقافة جنسية بلاس يمكن صار عندها مسلا تراما العلاقة بالجنس مش دايما يعني دايما بيفكر العالم انه اذا عندها vaginismus او عندها خوف عن جنس يعني اكيد صار معي شي انا صغيرة صار معي sexual abuse يعني هلا اكيد في situations او في cases مظبوط هيك صار بس مش دايما بس بس بدي وضح هالموضوع انه مش دايما بيعني انه صار في abuse اذا حدا عنده خوف او تشنج مهبلة بس هيدا كمان ممكن يكون سبب اكيد اذا مثلا شريك كمان ما عنده ثقة جنسية كمان متوتر هيدا الشي بيساهم لانه اذا حسب حالك انت منك حاس حالك بامان او منك مرتاح بلس بيجي كشريك هو كمان متوتر هيدا الشي ما رح يخليك انك تحس حالك بي ثقة او ترتاح اكتر هالتنين ما بيساعد شو كمان دفنت يعني بيسيك اذا عندك اي افكار مش صحيحة او سلبية او مش واقعية عن الجنس هول الاشي بتساهم سو مش ضرورة هيدا العلاقة بالتربية انه ممكن مسلا مرة سامعة قصص من اصحاب تعرف في كتير ناس كمان بيحكوا انه اول تجربة كانت كتير مؤلمة وكان في كتير دم وتمزق انه بيسمعوا هالقصص النساء اكيد بد تخاف في كتير اسباب الييل تلاقي انه سبب واحد هو وضع المشكلة تعف اجت مبارح لعند سيدي صلى سنتين امزوج وبعد ما عملوا عائلة اجنسية قلت لان احنا بالعائلة كتير open minded كان صاحبي نم عندي انا نم عنده ما فيه ابدا ولا مرة قلت لنا امنا اصحى وما تعملوا شي اما تدقروا بالعكس كتير ريلاكس بالنسبة للموضوع على الحياة الجنسية والنساء بس مرة سمعت امي عم تقول لاختي انا اول مرة مع بيك كتير توجعت وعلقت هالفكرة براسي وما كل ما فكر بالجنس بجع بتذكر هيدا الجملة يعني الصدمة فيها تكون خفيفة كتير بس خليت هيك مثل برنت يعني بصمة باللواعي وسببت هيدا اللخوف في سيدات بتحسيون بالأساس هن عندون مخاوف غير واقعية بالنسبة لجسم يعني ما فيه يحطوا لانسز ما فيه يدقروا السرة ما فيه ما بيتقبلوا فكرة التحميل بيخافوا من فحص الدم يعني كتير ما هي كتير بيخافوا بالنسبة لجسم بعض الأوقات بيكونوا بيخافوا من السباح يعني بيكون هيك عندو نوع من الفوبيات عند غير سيدات بالأساس بيكونوا خايفين من الحمل نظبوط البراغنسي بتكون كتير مخوفتون والولادة أكتر من الجنس بحد بحد ذاته وفيه بعض الحالات بيكون الحالة بتكون سانوية يعني بيكونوا عيشوا حياة جنسية طبيعية مدون مشاكل وبعد ما صار فيه ترومة جراحة مواجعة كتير بهذا المنطقة صار فيه تشنج يعني عندي مثلا قبل كانوا بيميرسوا الجنس قبل الزوج ما أنه هذا الشي ما كان متقبل أبدا ببيئتهم وصار فيه حمل وهذا كانوا كتير صغار بالعمر يعني كان عمرهم تسعتاش فراحوا عملوا إجهاد وبتاع في بلادنا الإجهاد ما أنه يعني ما لك حق تعمليه ما أنه ليجل ما أنه قانوني وقالت للإجهاد كان كتير كتير مؤلم وكان صدمة منا طبيعية يعني بهدلنا الحكيم متوجعت ما حتى اللي بنوش يعني كان شي عجاد ترومة لقلهم تنيناتهم ومن وقت ما دقروا بعض عشر سنين بقوا سوا عشر سنين ما عادوا يبوسوا بعض حتى ما يعملوا شي خلاص وقفهم محلهم جوزوا وما كانوا يقدروا يقربوا إلي ما فيه بس يقرب مني كتير ما أنه بد واشتقتله وبد وحبيبة وبيعبدوا بعض يعني رأسنا عقلنا اللواعي تابعونا كتير كتير قوي كتير وهيد مثال كتير يعني unfortunately it's very sad بس بفرجيك قد مثل ما قلت الصدمة حتى لو صدمة وحدة ممكن يأثر علينا يعني بطريقة عميقة بشكل بتضاين سنين أوقات سو بهالحالة دفنت لي فيه شغل كتير لازم ينعمل على التراومة ومظبوط اللي عم تحكي يعني فيه فيه كتير ناس قدروا يمير سولجنس صار معهم شي هاوقات مثلا أنا اجيان قبل مرة صار مع فحص نسائة traumatic الطبيبة أو طبيب ما بتذكر ما كان كتير gentle مع صار فيه كتير قلم خافت يعني كان فيه صدمة بس بالفحص النسائي هيدا الشي ودى خوف من العلاقة الجنسية وصار عندها بعج نسمس من بعد هذا الموضوع اذا صار فيه صدمة مش ضرور يكون فيه sexual abuse مثل ما عم تقولي صار فيه صدمة حوال منطقة الجنسية أو المهبة بيسيكلي أو مثل ما قلت الولادة أوقات أو بعد الولادة أو فحص نسائي يعني anything like that anything around الجنسية أو المهبل يعني أكيد هيدا الشي بيأثر أي صدمة سو بيصير فيه خوف من الألم كمان هيدا سبب تاني نسيت أحكي عنه سو خوف من الألم دفنت لي سبب كتير common هيدا الخوف بيجي يا من التربية يا مثلا صاير مع شي أو سمع وقصص مثل ما حكيت يعني كمان الأقصص بتعلق براسنا أكيد كان عندها شابة هي وصغيرة كان عندها صار عندها كذا عارض بالمسانة وما تقدر تفضل المسانة فاضطر تروح على الآخر على الطوارق تحطوه الميل بمجرى البول تيفضل المسانة وبتعرف الميل كتير بيوجع يعني إذا ما ما بتبنج وهيك المجرى بيكون كتير صغير يعني منها منها شغلة سهلة والطار تعمل هيدا الشي كذا مرة فهل منطقة بالنسبة لإله كانت بس بترمز للوجع كانت تحس بلز ده شي كتير مهم أنه نذكر أنه اللي يعانوا من خوف من الإلاج أما عندهم تشنج مش يعني ما فيهم يستمتعوا بيستمتعوا بالمداعبات وصلوا للنشوة بيحسوا بإسارة بس المشكلة هي أكتر بأنه يفوت شي بالواجع بالمحبل يعني حتى تامبان أوقات بيخوف ما بيضر يفوتوا تامبان لأنه للبعض كمان بتحس أنه هالمنطقة منا موجودة يعني بمجرد تطلب منهم يحطوا مري وقدي هيدا المرحلة بتكون صعبة لإلون أنه عن جد يفهموا شو عم بيشوفوا ياخدوا وقتهم أنه يشوفوا أدي المجتمع من تربيتنا قطاشطنا من هذه المنطقة كلهم بيقولوا لي نعم بس لي في عرف هذا شو سمنا كأنه تقول عن وجي كنيا لا هذا شي كثير مهم هي علاقتهم مع المهبل طبعا بيشكل اللي بدنا نغير معك 100% في كثير عرف أوقات بيكونوا حياتهم يمكن ما تطلعوا على المهبل طبعا أو إذا تطلعوا بيقرفوا أو بيخافوا يدقروا يعني so a big part of the work إنه نم علاقتهم مع جسمهم in general and المهبل يصيروا يقدروا مثل ما هم تقول ينظروا للمنطقة بطريقة إيجابية أكتر أو على القليلة النيوترال مش ضروري إنه إيجابية كتير بس على القليلة ما يقرفوا أو ما يخافوا من المنطقة ويصير عندهم يعني awareness أكتر عن جسمهم لأنه في كتير ناس أكيد إذا ما بحايتهم تطلعوا على حالهم أو they avoid the area لأنه في خوف أو في trauma أو whatever ما بيعرفوا الأحاسيس اللي ممكن يعني يحسوا فيها أو إنه كيف جسمه بيتجاوب على أشياء فجأة كتير أوقات ما عم بجارب يحميها من شي عم بجارب إنه تحسس بأمان لأنه مش حاسي بأمان أو في خوف أو whatever فجأة 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 سعادة أنه تحس بأمان أكتر تقدر توصق بالشريكة أكتر وتقدر تلت من وإنه وهذا الشيء كتير أساسي بالجنس لتحس بأمان لتحس بأمان وإجت بعدين بعدما كانت طلقت وقالت طلقت وقالت عملت التمارين عطيتين يهون وهيك بس معه ما قدرت مارس هلأ ما حبيبة جديدة عم بقدر مارس فأيام البارتنور أو الشريك بيكون عم يلعب دور بركة ما عم بيعمل قصد بركة ما بيعرف أكتر من هيك بس مهم أنه ندخل البارتنور بالعلاقة وأنا دايما بيقول لهم بنا نوقف الوجع يعني مثل ما قلت أنتم عم بتجربوا شيء تماما عم بينجح وإذا بتكملوا لأنه هنا بيكونوا سمعين أنه معلش أول كم مرة بتوجه أم أول شهر بيوجع منهم بيقولوا لك أول ست شهر مفروض يوجعوا يعني بيكون عندهم حالي التشنج بتضل الحالي تا بالنسبة لقلهم تروح لوحدة بس هذا بحد زيته نوع من الصدمة وليزم يتعالج يعني أنا شايف بيكون صلى خمس سنين خمس سنين عم توجع أكي عم تقدر تعمل الإلاج وال بس عم توجع عم تتوجع العلاج من عمل وليزم ينعمل وهذا الفرق شوي بين الجماعة اللي بيكون إلو علاقة بأسباب عضوية بغير أسباب كمان نفسية فيها تكون والعضلة اللي بتكون شيدة عجد بأول مرحلة من الفاجينة ولي بتخلي حتى إذا صار في جنس مؤلم وبنانذكر كل نساء أنه مش طبيعي يكون الجنس بيوجع اكزاكلي هيدا هي كثير ناس يفكروا إنه إنه إذا فيه شوية وجع إنه بتحمل الواجع خلص بيتأبلوا إنه الواجع is part of it مش منزوط أبدا هلا أكيد أول كم مرة يمكن يكون فيه شوية discomfort شوية وجع بس ما مفروض يكون الواجع مش محمول أول كم مرة وبعدين ما مفروض ما مفروض الواجع يضل لا ما مفروض إنه سكس shouldn't be painful إذا فيه وجع فيه شي غلط هيدا هي هاي نقطة كتير مهمة I think it's a message إنه we need to continue to spread إنه لا سكس should not be painful so ما لازم نضل إنه push through the pain لأنه مثل ما قلت هيدا بالعكس عم بيخلق يعني trauma ورا trauma ورا trauma معا بيخليها إنه ترتاح معا بيخليها تتخطى الخوف معا بيخليها تستمتع أكيد ومعا بيخليها توسق بشريكة so كله أكيد ما بيساعد دكتور كيف أنت عم بتعالج البيشن والكوبرز السوناء عادة شو هي شو بيكونوا العلاجات للتشنوج المهبة اللي دايما العلاج نفسي شو التقنيات بالعلاج النفسي هل في غير علاجات ايه في غير علاجات أكيد لسا البوتوكس شي في كتير نساء عم بيجربوها هالأيام إجينا كم كلاينت عاملين بوتوكس في منن ساعدن بس ما كفى لحاله وفي منن ما ساعدن أبدا هلأ أكيد في ناس يعني البوتوكس لحاله بيكفى ما رح يجر عندي إذا ساعدن خلص مش هشوفهم البوتوكس كمان علاج تاني أنا أكيد ما بعمل بساعدن 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 البوتوكس ممكن يساعد كتير نساء بس معقول إنه ما يكفل حاله لأنه بالنهاية البوتوكس شو عم بعمل إنه نمي بساعدن ما يكون في ألم بس ما عم بشي للخوف سو إذا في خوف هيدا الشي ما عم بتعالج سو أنا برأي إذا بدون يعملوا بوتوكس إنه يعملوا بوتوكس مع كم جلسة يقدروا يعني يتخطوا شوي من المخيوة فكريا وعاطفيا لأنه البوتوكس عم بيعالج الفيزيكل بارت ما عم بيعالج الاموش أو سيكولوجي بارت هلأ في نساء بكفيون بوتوكس مثل ما قلت قبل كمان فيه أوقات أطبة بينصحوا إنه يصير فيه عملية جراحية شيلوا الهايمن هلا يمكن هيدا الشي ساعد نساء أنا ما شفتهم ما بعرف بس فيه كتير نساء يجوا لعنده بعد ما عملوا العملية ما استفادوا شيء واللي بيزعلني بهالموضوع إنه مش بس إنه ما استفادوا اضطروا يعملوا عملية جراحية بالمهبل يلي هو المنطقة اللي عم بتسبب لهم خوف بيسيكلي هيدا صدمة تانية صارت بحياتهم سو يعني ما بعرف ما بحب احكي يعني ناجتف لي عن غير تريتمين أو أطباء أو شيء بس from what I've seen from clients إنه في كتير clients عملوا هاي العملية وما استفادوا شيء unless في عن جد medical reason في really إنه مثل ما قلت rare cases في physical issues بالهايمن لازم إن شاء fine هيدا الشيء أكيد يعني طبيا ما فينا أنا شارع على هالموضوع بس إذا المشكلة الأساسية الخوف مثل ما حكينا يعني العوامل النفسية أكتر العملية ما رح ما رح تعالج هيدا الشيء سو بالعلاج النفسي أنا كيف بشتغل على القديلة أكيد إنه في ناس بشتغلوا بطريقة مختلفة شوي أنا بشتغل عادتا بشتغل بشتغل على مثل ما حكينا الأفكار اللي عندهم إياها حوالة الجنس سو أي شيء تعلموا عن الجنس مش مظبوط أو سلبي أو مش واقعي بدنا نغير هول الأفكار بشتغل على علاقتهم مع جسمهم أشيء بنحكي فيها وكمية بالتمرين بعطيهم يعني يتمرنوا بالبيت مثلا يتطلعوا على جسمهم أول شيء كل جسمهم بعدين يصيروا يطلعوا شوي أكتر على المنطقة يعني حول المهبل يبلشوا يلمسوا جسمهم مش بطريقة جنسية يعني بس تا يستكشفوا الأحاسيس في جسمهم ويعملوا مع جسمهم سو بشتغل على علاقتهم مع جسمهم مثل ما قلت بشتغل على علاقتهم العاطفية مع شريكهم أوقات يعني منبلش العلاج يمكن المرة لحالة بالجلسات بعدين برجع فوت الشريك لأنه في كثير الشافيون يعملوا مع بعض يشتغلوا على الكميونيكيشن يبنوا ثقة بالعلاقة وأوقات مثل ما حكينا الشريك عنده كمان أوقات صعوبات فينا نشتغل عليها سهو عنده صعوبة بالإركشن أو بالأزف أو هو عنده توتر أو خوف حوالي الجنس كمان أو هو يمكن كمان عنده أفكار مش وقعية أو سلبية عن الجنس كمان نشتغل على الشريك وبعدين فيه أكيد إشياء براجعة بعطيون للكوبلز بردوما الفكرة أنه مثل ما نشتغل مع فوبيا إنه بدنا إنه تدريجيا to expose the woman على الشي اللي بتخاف منه So in a nutshell هي بتخاف من أي شي penetration so بدل ما ضغرد نط من إنه ماشي لروحي بجربة مال الجنس هيدا الشيء أكيد ما رح يفيد بعدها تعمليين تبلغش بالبيت تستكشف المنطقة حوالي المهبل باللمس بعدين شوي شوي تدريجيا هذا الشيء بيصير حوالي كذا يوم أو أسبوع أو كذا أسبوع إنه تبلش الدخل أصبع بالمهبل بتبلش يعني ماشي the tip of the finger وشوي شوي تدريجيا بتبلش الدخل للأصبع بالكامل هلا أكيد إذا في ألم أو واجع بدنا نوقف التمارين ونجرب نشوف ليش في ألم ليش في واجع هلا في نساء يفضلوا يشتغلوا بالdylators بعدين للأصبع ما عندي مشكلة أبدا إذا عندهم dylators ويفضلوا dylators فيهم يستخدموا dylators بس أنا يعني من الإexperience تبعي أنه مش بحاجة لdylators في تير ناس كمين ما بيقدروا يليقوا dylators حسب وين سكنين سو فيهم يستخدموا أصبع و أنا بفضل الأصبع صراحة لأنه بيقدروا يحسوا بالمهبل من الداخل سو بيعملوا connection أكتر لجسم لأنه dylator شيء بلاستيك أو rubber يعني it's an object بالنهاية عم بيفوت بس إذا هي عم بتدخل أصبع في يعني فيها تحس بالمهبل جوه كيف هو لأنه في كتير أفكار ومخاوف عن المهبل إنه في حيط في شيء بلاك في منطقة رح توجع سو بس تحس فيه بالأصبع بتشوف إنه هو عضل مثل ما حكينا إنه تحس فيه إنه بأصبع سو بنبلش بإنه ندخل الأصبع تدريجيا بس تقدر تدخل الأصبع لحالة كونسيستنتلي ساعتها من بنشتغل على هول كل التمارين هي تعملوا بالبيت أنا ما بعمل شيء من هول بالجلسات يعني بس بنحكي في هول بالجلسات تعمل التمرين بالبيت تجي على الجلسة بنحكي كيف كان التمرين شو صار إذا كان فيه شيء صعب شو تعمل ناكس تايم سو بعد الأصبع بنجرب ندخل الأصبعين كمان تدريجيا بعد ما هي لحالة قدري تدخل الأصبعين ساعتها بنعمل نفس التمرين مع الشريك هو يدخل أصبعه واحد بعدين يدخل الأصبعين هول التمرين يعني بعد كذا أسبوع نحكي مش بيوم أو يومين كتير مهم أنه ما نسرع الأمور كتير مهم أنه البيس يكون شيء مريح لإله تهي تقدر مثل ما حكينا تحس بأمان تبني ثقة بنفسها وبشريكها سو إذا بننسرع التمرين وتجرب شيء ما لنا جاهزة لإله رح يخلق صدمة يعني مش ضروري صدمة كبيرة بس صدمة صغيرة إحنا نرجع لولا سو حتى لو هيدا الشي بياخد وقت أنا بفضل إنه ناخد الأمور يعني بتدريج هيك عن جد نستمع للمرأة هي وين حس حالها إنه شيء ready to go سو 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 بعد ما هن هن هي وي قدرو كل واحد من يدخل أصبعين ساعتها منشتغل على تمارين بال couple إنه يبنوا إثارة أكتر بالعلاقة الجنسية وتدريجيا يدخلوا العضو الذكري متل كيف عم بدخلوا الأصبع كانوا سو متل ما عم تشوفي يعني هيدا شي بياخد وقت وكل شي بيصير تدريجيا بس كتير نساء بس يبلشوا يقدروا يدخلوا أصبع هيدا الشي مش معقولش وبيغيرهم لأنه بحياتهم ما قدروا يتخيل إنه رح يقدروا يدخلوا أي شي بس يدخلوا أصبعهم مش معقول قدر بتشوفي سيئتهم بنفسهم وقدر بيغيروا رأيهم عن الجنس وعن قدراتهم لأنه خلاص بيبيراثهم إنه نووي أي شي يفوت على المهبل سو هيدا ستاب كتير مهم أنا بالنسبة إليه إنه بعد ما يقدروا يدخلوا أصبع هني لحالهم أكتري تنساء مش معقولش بيمبسطوا شو بيرتاحوا وبيصيروا يقدروا يعني عن جد تبليف إنه they can do this فعلا هذا الشي بيغير الحياة وعادة بيجوا بيقولوا أنا كنت خايفة من هذا الشي وهلا قدي شايفته سهل هلا أكيد أنا بس شوف البايشنس ما بشاجعهم أبدا على البوتوكس بس بتعفي فيه أشخاص ما رح يتقبلوا يعملوا العلاج بالكامل فمنفسرهم أصلا كيف بيشتغل البوتوكس كيف بيخلي العدل لأنه ما تشد بس أنه أكيد الواحد بيشتغل على خوفه على السئة على الأمان مع الشريك أنا بشتغل كتير مع الأصابع بس كمان مع المواسعات المهبل لأنه بعض الأوات الأصبعين ما بيكونوا ملائمين للمهبل وفيه بيكون في حاجة أنه نكبر بالأحجام كران هي تشتغل مزبوطة على خوفها من الحجم والتنسمح للعضل أنه تتمدد والبعض رح يعوزوا علاج فيزيائي يعني رح يعوزوا البلفيك فلولترابي منهم رح نشتغل مع التنفس وتمارين استرخاء وبعد الأوقات هبنوترابي دائما منجرب نخلي العلاج يكون individualized يعني كل البيشن كل يلاقوا العلاج اللي هو عم يفتش عليه لأنه إذا هو مش مقتنع بالعلاج ما رح يلحق وما رح يستفيد وهذا دائما أنا فصل لهم للكوبل أنه أول شي أنتوا بتكون تقدروا توسقوا ببعض توسقوا بالمعالج يعني فيكن تكملوا معي فيكن تروهان حدا تاني أنا رح أعطيكم المعلومات وإنتوا بتكون تكونوا مقتنعين لأنه هذا اللي بيسمح للعلاج أنه ينجح أنه أنتوا تكونوا موتيفيتد يكون عن جد عند تكون الإرادة أنه تشتغلوا على الموضوع وتكونوا عن جد مقتنعين بالعلاج وهذا شي كتير كتير مهم رح قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين لأنه في كذا سؤال لأنه هذا هذا المشكلة في كتير سيدات بيفكروا بس على الكرة الأرضية عندهم هالمشكل وهذا المشكل كتير شي بس أنه بيقولوا هيدا تجوز وحبل وهذا كذا وكلهم عندهم بيبي بس بعد ما مارسوا الجنس ما تفكروا أنه صارت البراجنسي مع منترايشن رح نسمع بعض النصائح بالنسبة لتمرين التنفس وبنرح ناخد أسئلة المستمعين كلنا منعرف أنه بس نكون خايفين نقطع النفس وبس نقطع النفس أما نصير نتنفس كتير بسرعة بتشنج عضلاتنا لذلك بس تكون المرأة عم تعمل تمارين عيد تأهيل عضلات الحود أما المهبل بس تكون عم تعمل علاج للتشنج المهبل لازم تعرف تتنفس بطريقة صحيحة وجيدة فأول شي خلاق لقليك جوا من الهدوء والسكوت بما كان يكون هادئ وما حدا في يجي يزعجيك البس تيب في تفاضي بتكون مريحة لقليك بالأول لازم تعملي هادتمارين بمفردك منذ ما تجرب الدخل شي بالمحبل وكمان لازم انه تميرسي هادتمارين التنفس يوميا على الأقل مرة باليوم لعدة دقايق أفضل للأوقات هنه ببداية اليوم وبنهايته هادتمارين رح تسمح لك أني كتوعي بشكل أفضل الصباح وأنه المساء تتخلص من التوتر المتراكم إثناء نهار بالبداية رح تطلب منك هادتمارين شوية جهد بالتركيز إنما بسرع رح يبين هيدا النشاط هيدا التمارين نشاط لطيف وتلقائي فيك فيك تقومي بالتمرين التنفس بوضعية الاستلقاء استلقي بطريقة تكوني عنجد مرتاحة على الأرض على معت أم على التخط وفرتي ساقيك وزراعيك شوي إذا أنت قاعد حافظي على ظهريك يكون مستقيم واستريحي إيديك على ساقيك تتتنفس بشكل صحيح تحتاج أنك ترفع بطنيك مش كتفاتك عادة نحن بس نتنفس ونحن متوترين منحرك الأكتف والصدر وهذا شي ما بيسمح لنا إنه نمارس بطريقة جيدة بس بدك تتمرن على التنفس ما لازم تحركك تفاتك إنه ما لازم تتنفس من المعدة تتتنفس مضبوط خدي نفس عميء من خارك لفترة قصيرة لمدة ثانية أو ثانيتين تقريبا بعدين حبس نفسك شوي قبل ما تكب نفس سكري عيونك تتركز بشكل أفضل بعدين طلع النفس أم طلع الزفير كبّي نفس بهدوء وعمق من خلال الفم وكل ما بتنفخي أكتر كل ما بتكبّي نفس أكتر كل ما بتسمحي لجسميك بالاسترخاء بس تكوني صرتي مرتاحة مع هيدا التنفس بتاختي نفس من معاتيك بتحبسي نفسيك بتحدي مثلاً للسبعة دجاً بتكبّي نفس أنت عم بتعدي للثماني بس تكوني ارتحتي مع هيدا النوع من التنفس سكر القبض طبعوليك وتخيّلي تيار عم يرتفع من بطنك لصدريك بعدين من خلال اكتفاتيك وزراعيك بس تتخيّلي الأمور بطريقة عقلية وتتخيّلي جسميك هادا الشي بيساعدك أنه تتنفسي مزبوط أنك تحبسي نفس بعدين كبّي نفس بس كبّي نفس رخّي الكبض لك أنت أنت شديتي بس تاخدي نفس شدي على إيدك بس كبّي نفس رخّي إيدك كرّي التمرين على كزا يوم بس تكوني قدرت أنتو عم تتنفسي تشدي على إيدك ترخّي إيدك ساعتا فيك تعملي نفس الشي مع عضلات المحبل يعني بس تاخدي نفس تشدي عضلات المحبل كأنك عم توقف البول بس تكبّي نفس تبعطي موجة من الاسترخاء من بطنك للمحبل طب هوليك لعضلات المحبل كمين يسترخوا مهى جينا كتير تعليقات وأسئلة عن موضوع التشنج المهبلة لا إرادة في سيدة عم تسأل عن شكل غشاء جراحيا إذا هو حال أنت فسرتين أنه منه حال بس هي عم تقول أنا خايفة من الألم اللي بيجي أول مرة هل الألم بيجي أصلا من الغشاء هل مفروض يكون في ألم أول مرة؟ هلأ مثل ما حينا قبل أنه أوقات في ألم أول مرة بس الألم ما مفروض يكون مش محمول سو إذا في ألم مش محمول بس أولاً بتكون يا مش حاسة بإثارة كافية ما في ترتيب كافية أو في تشنج مهبلة أو في يمكن مشكلة تانية يمكن ما بعرف بس ما مفروض أنه الألم يكون لدرجة يعني traumatizing أو مش محمولة ممكن يكون في ألم بأول مرة بس مفروض يكون محمول نرجع على نقطة كيف بدأ تحضر حالة لأول مرة أنه لازم يكون في مداعبة لازم يكون في build up لازم يكون في إثارة لازم يكون في متعة لازم يكون في ترتيب لازم تحس حالة أنه يعني مرتاحة لدرجة at least كافية يمكن تكون شوي متوترة which is normal يعني أكيد طبيعي أنه أول مرة تكون متوترة المرة بس إذا فيه خوف مش طبيعي أو مثل ما عمتقولي هلع أكتر من خوف يعني أو توتر لكن هذا الشيء رح يسبب أنه تشنج بالجسم وهذا ممكن يود للألم ممكن يكون في ألم أول مرة بس ممافروض يكون مش محمول سو العملية الجراحية أنا برأي هيدا رأي أنا ممكن عندك رأي تانية بس ما بعتقد أنه هيدا الشيء رح يمنع الألم أنه يصير لأنه مش الغيشاء اللي بيسبب الألم أنا معك 100% أكيد العلاج ما أنه أبدا جراحي ولا حتى بالبنج يعني في سيدة تسألنا إذا البنج الموضعي هو بيخفف الألم عند الدخول وكلهم عندهم نفس الخبرية أنه بيكونوا سامين بحدا صار فيه نزيف رحيت على المستشفى ما قدري تمشي تانهار وكلهم يقولون أنتوا جايبين نفس الخبرية بس هل بتعرفوها مضبوط لها المخلوقة هل هي موجودة عن جد أنا شفت حدا هيك عايش هيدا كانت خبرته فلا عادة البنج ما بيفيد أنت بتنصحي عادة بالبنج على بيب المهبل أنا ما بنصح بشي خارجي هيك يعني يا البنج يا أنه يشربوا كاس يا عملية يا بوتوكس إذا هن بدون يعملوا هالأشي هن بدون يجربوها it's their choice ما فيه منعون أكيد بس أنا بالنسبة إلي هول الإشي ممكن يمكن تساعدون in the moment بس again نرجع على نفس النقطة إنه ما منحل المشكلة الأساسية سو البنج يمكن يخفف من الواجر يمكن بس ما شيل الخوف ما عالج الخوف ما زاد السقة بالعلاقة ما يعني we didn't address any of the real issues basically plus the other problem مع البنج وهي صارت معي مع client actually في عندي client هلأ recently وقفنا شغل مع بعض كانت عم تشتغل معي plus مع physical therapist لل pelvic floor والphysical therapist كانت عم تنصحها إنه تستخدم بنج مع ال-dylators شو صار معه نهار كانت عم بتشدع حالة بشكل كتير قوي بس مش حاسة بالقلم لأنه مبنج بلش تنزف وأكيد ما إنه صار في شوية rupture يعني أكيد صار في معه نزيف هي عم تتمرن بالبيت مع ال-dylators طبعا لأنه كانت مبنجة وعم بتشدع حالة بس مش عارفة حالة إنه عم بتشد لأنه مبنجة سو هيدا شغلة تانية ما بحب بقصة البنج إنه ما رح تعرف إذا البنج عن جد عم بيشيل الوجع ما رح تعرف إذا basically العلاقة أو whatever they are doing is too rough for her وهيدا الشيء ممكن يبدع ل نزيف أو يعني يصير في physical trauma في جسمها سو أنا بفضل إنه تحس بالإشياء لأنه هيدا الشيء رح يخلي تعرف جسمها أكتر وتعرف المتز تبعها أكتر مععرف هيدا رأيي بس هيدا الشغلة بخاف منها كمان مع البنج إنه مش رح تعرف حالة إذا في شيء it's too rough for her أعرف شو أصدر علما أنه البنج عادة خارج فبيبنيج الفتحة بس ما رح يبنيج العضلات فالموجعة الداخلة موجود وبس يبنيج الفتحة الإحساس كتير مزعج يعني الجلدة بتصير مثل الكرتون بتصير محطبة ومن هيك الوحد في يجرح حاله لأنه عم نغير كمان تدفق دمبي بهيد المنطقة فنحنا أبدا ما من ما من نشاجع لأنه في عطك من حريق يعني كتير كتير مزعج الإحساس بالعكس الوحد ما بده يوجع حاله بالأساس ويعرف يصير يوسق بحاله يستكشف حاله من دون ما يوجع حاله أنا دايما بقول لهم للسيدات أنه أنتو بس رح تلمسوا حالكن بس رح تستكشفوا فتحة المهبل بس رح تعملوا بعدين تستقبلوا الحبيب بدخلكم أنتو متحكمين بكل شي ما رح تواجهوا حالكن وانتو لازم تنتبهوا لهيدا ونفس الشي لأدوية اللي بترخ والأدوية اللي بتنايم وكلوا واحد بيفوت بينام وما بيمارس وما بيعمل شي في رجل عم بيقلنا إذا أنا مرست الجنس مع زوجتي وهي نيمة هل هيدا هو حل المشكلة؟ أكيد مش حل المشكلة لأنه منا ويعي وبعدين هون بنفوت بموضوع الكنسنت هيدا الموضوع كتير ما بعرف it's uncomfortable for me لأنه الكنسنت أهم شي أول شي بالعيلة الجنسية وإذا الشخصين مننوا ويعيين ومستعدين وحابين وthey are agreeing to everything ما في الكنسنت سو أنا بالنسبة للعيلة أول شي هذا مش حل وتاني شي عم نفوت بموضوع أنه ما في كونسنت به هالحالة على فكرة التشنج رح يصير حتى إذا هي نيمة ورح توع ورح تشوف هم من دون من دون تعرف أو من دون ما تقبل نجرب شي شي هذا شي بالعكس أنه رح يخلق تراوما أكتر ورح يخلق خوف أكتر ويعني رح ينزع السئة بالعلاقة وفي سيدة وهذا آخر سؤال عم تقلنا أنه أنا عم بعاني من تشنج محبلي وهذا شي كتير كان عم بداي زوجي وهلأ صار بخاف يتقرب مني ما ما بد أنه نجرب وأنا بلشت اتعالج وحسي حالي حاضرة للإلاج بس هو ما بيقبل يتقرب مني شو الحال ايه it's it's understandable أنه هو خايف لأنه which is better than أنه يجرب بطريقة عنيفة أكيد so في فكرتين هوني بتطلع براسة أول شي أنه يمكن في فوت مع بالعلاج يعني أنه يكون involved بالجلسات هيدا أول شي وتاني شي أنه again نرجع ل let's build things up gradually مش طروري ضغرة جرب تمرس الجنس يعني بلشو بأشي مرتاح فيها سألي what is he willing to do what is he comfortable with doing right now يمكن أنه مستعد أنه يصير في مداعبة يمكن أنه مستعد أنه يصير في جن صفامة وي what is he comfortable with بلشو تبنو أشياء عالأشياء اللي هو أراضي هلأ هلأ he is comfortable with مش ضروري ضغرة نفوت بال يعني penetration so هلأ two pieces of advice one get him involved بال treatment والعلاج اللي هم تعملي وtwo بلشو بالإشية اللي he is comfortable with and build on that basically مش ضروري أنه sex is not just penetration basically وانا عادة بقول لهم أنه هيد تنجرة وليت غطاها يعني the perfect couple لأنه تنينتكن بتخافوا ما بتكون تؤذوا بعض وبتحسوا حالكم مزنبين بس الجنس ما عم ينجح مثل ما أنتم حابين أنه يصير فهون الحك كتير مهم وانا نقول له لهيدا الشخص أنه أنت منك مش رجال بالعكس أنت رجال طيب بحب مرت وحساس كتير وهذا شي كتير حلو بدل على حب كتير كبير هل عنديك نصيحة أخيرة لهالأزواج أم الشركين اللي عم يعانوا من هول مشاكل إذا فيه شغلة واحدة أنه فينا نغير ها هي أنه بدل ما نتوقع قبل بس يجوز وضغر يمير في الجنس أنه تجعل نورمال أنه يعني نتوقع أنه الجنس ما رح يصير ضغر بالعكس ننصح أنه ياخد وقت أنه يتعرف على بعض يبنوا ثقة يتعرف على جسم وتدريجيا يبلش يبنوا الإثارة والمتعة والكومفورت والثقة يعني تدريجيا هذا هو واحدة ياريت أنه هيك منغيرها أنه مرتفع مش أهم شي ومش ضروري ضغر تصير بالعكس أنا برأي أنه يبلش تدريجيا لحد ما يوصل لها المرحلة أو يكونوا جاهزين لها المرحلة هذه نصيحة كتير كتير مضبوطة وأنا عادة أقول لهم أنه مثلا بالغرب اللي ما بينتروا الزواج تاي يميرسوا الجنس ما أول نهار بيبوسوا صاحبهم رح يميرسوا الجنس الوضع رح يخللهم بركي ستة شهر بركي سنة بركي رح يصاحبه كعزا شخص قبل ما يبلشوا يميرسوا الجنس الجنس شي تدريجي وكمان ما تعلمنا نمشي من أول نهار ولا تعلمنا نحكي من أول نهار حتى إذا المشي والحكي شي منعتبرون شي طبيعي عند الإنسان بس تعلمنا أنه نعملون ونفس الأكل يعني الشي الأبسط شي البابي بتعلم ميكل ما بيعرف من أول مرة ونفس الشي بالنسبة لمميرسة الجنس مضبوط بتعشكريك كتير دكتور مها وإذا فيك تذكرينا بال social media handles تابوليتك وين فينا نلاقيك تانكي لإليك أول شي أنا انستغرام at sexualhealingdoc والwebsite تابعي sexualhealingjourney.com عزيم والهن اللي عندي هون هلأ سو بيعرفوا وين إلي أوك يحرزوا معك موعد أونلاين إذا في حاشة إذا بيرحوا على الwebsite تابعي أحسن شي لأنه بيقدروا to contact me through the website وفي الإيميل تابعي ورقم التليفون تابعي على الwebsite بيرفكت عن جد thank you so much وعلى أمل نجا نستغرام بغير حلقة وهيك تنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل مستمعينا شكرا لك دكتور مها مثل العادة بعثوا أسألتكم بخانة التعليقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي تشتركوا في القناة